بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نتحدث اليوم عن برنامج صغير جدا ولكنه مفيد جدا في عملية إزالة الطابعات أو إلغاء مهام الطباعة التي لا نستطيع أن نحذفها من الكمبيوتر مثلا عند هذه مجموعة الطابعات أنا قاعد بعمل عليها Remove طبعا Windows 10 و Windows 8 لا أستطيع أن أعمل Remove إلا طابعة واحدة في نفس الوقت نلاحظ الطابعات بالظل موجود ما بتنشال البرنامج اللي ما نتوقعه اللي هو برنامج Notepad نشغلنا هذا البرنامج رحنا على File و Print هذه الطريقة أي طابع الآن بدي أعملها Remove زر الأيمن وقل له Delete إذا ملاحظ مباشرة انحذفت واختفت بدي أحذف طابعات الـ HP مثلا هذي كانت حملية لمشكلة هذي أعسبي المثال الزر الأيمن نفس الشي Delete هي ملاحظة مهمة سواء من هذا البرنامج أو من أي مكان آخر الطابعة قبل ما نحذفها لازم نلغي أوامر الطباع الموجودة داخلها إذا ملاحظ هذه فيها واحد فنقول له أول شيء Cancel وبعد ذلك نقوم بعملية حذفة ونقوم بعملية حذفة ونقوم بعملية حذفة ونقوم بعملية حذفة طابعة كانت بالغلط محطوطة أو محطوطة في وضع البوز ممكن نشيل عنها البوز ونفس الشيء الـ Online ونقوم بعملية حذفة أو محطوطة أو المعادة فنلاحظ كل شيء ممكن نقوم بعملها من هذا البرنامج الصغير ما يحد يلقي له بالي بينما برامج الـ Office الضخمة الكبيرة هذا الميزة موجودة فيها هذا الميزة غير موجودة في البرنامج راحنا على فايل وبرنت ما منحصل اي شي من هذي الميزات احيانا بعض الطابعات بتكون يعني ازالة صعبة ممكن نروح ل add remove programs من خلال control panel اوكي وزي حالتي انا عندي مئات الطابعات معرفة اذا منلاحظ فنقوم بازالة من خلال add remove programs احيانا ممكن نضطر نعيد تشغيل الجهاز حتى ان هالطابعة تختفي من مجموعة الطابعات احيانا ممكن نضطر من خلال task manager من خلال services نوقف او نعمله restart ممكن نعمله stop وstart او ممكن نعمله restart مرة واحدة برضو هذي طريقة اخرى يعني وهكذا اذا حد عنده اي اضافة ما يبخل فيه علينا والاخوان نلقاكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر